أستاذ إهاب يبدو بأن الأسواق المصرية ما زالت تخالف ما يحدث في الأسواق الخليجية التي بمعظمها اليوم كان على تراجعات على خلفية ما يحدث بالأسواق النفط تحديدا والسلع ما الذي يدفع البورصة لتحقيق هذه المستويات الـ EGX30 إلى أين يتجه بعد ما اخترقنا مستوى 9500 نقطة في جلسة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم بس هو فيه نقطة مهمة في البداية بخصوص مسألة تراجع أسعار النفط مش شرطة أبدا أن تراجع أسعار النفط يكون هو السبب الرئيسي في تراجع البورصة سواء السعودية أو البورصات الخليجية بدليل أن أسعار النفط كانت بتتداول حوالين 100 دولار أو 110 دولار كمان في حين أن الأسواق العربية كلها كانت متراجعة على العكس في بعض الأحيان ممكن يكون وصول سعر النفط إلى مستويات معينة جيد للاقتصادات أو حتى للدول المنتجة أكتر من ارتفاعه بشكل كبير علشان حينخفض في حينها الطلب بشكل كبير ولو حطينا حتى مؤشرات الأسواق العربية على سعر النفط على الاتشارت بتاع سعر النفط هنلاقي أن الحركة عكس الاتجاه وليس في ذات الاتجاه لأن الارتباط هنا بيكون ما بين الأسواق الأسهم ووعضيها وليس ارتباط أسواق السلع بأسواق الأسهم دي نقطة مهمة جدا النقطة الأخرى أن الأسواق كلها في المنطقة كلها مرت بتصحيح زي ما حيك تذكري حاد جدا تراجعات حادة جدا أعقبها ارتفاعات قوية لتعويض جانب من الخسائر دي طبيعي جدا لما السوق أو الأسواق بشكل عام بيحصل فيها تراجعات حادة ما بيحصل فيها ارتداد تصحيحي لأعلى لتعويض جزء من هذه الخسائر غالبا هذا الارتداد التصحيحي بيعقبه قمة أقل أو عودة مرة تانية للضغوط الباعية من مستويات معينة يمكن دي لسه ما حصلتش في السوق المصري لكنها بدأت تحصل في الأسواق الخليجية لكن ده مش معناه أن الأسواق خلاص هو نهاية للاتجاه الصعد بتاعها ولكنه هو مجرد حركة تصحيحية متوسطة الأجل لم تنتهي حتى الآن وبالتالي ما أن تنتهي الحركة التصحيحية هلأ الأسواق بتعاود الصعود مرة تانية أما ما بيحدث في السوق المصري يمكن التراجع عندنا كان أعمق وأعنف شوية تراجعنا من مستوى 9800 إلى 8400 ولذلك الارتداد كان بنفس القوة وبنفس العنف ويمكن اللي حصل اللي يعزز هذه المسألة شوية أن حتى النهاردة مع الارتفاعات القوية اللي شفناها ويمكن حيث قلت هذا الكلام في بداية المقدمة أنه كان مقتصر على سهم البنك التجاري الدولي هو الوحيد اللي قدر يتخطى قمته السابقة وهو اللي وصل إلى مستوى تاريخ جديد عند الواحد وخمسين ونص بعد أثر الكوبونات والتوزيعات فيما بقية الأسهم ما قدرتش تتجاوز مستوى المقاومة ولا حتى اقتربت من قمامها السابقة اللي هي الأسهم القيادية بطبيعة الحال زي المجموعة المالية هرمس أو مجموعة طلعة مصطفى القبضة اللي هي الأسقل وزنا على المؤشر أو جلوبال تيليكام بس ما زلنا عم نشوفه سازيهاب يمكن يعني أسهم صغيرة أيضا مضاربية عم تستفيد اليوم من هذا الارتفاع اللي عم بيشهد السوق تمام ده صحيح لأن برضو هذه الأسهم تراجعت بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت زي أسهم المنتجعات السياحية والكابلات الكهربائية والAIC والأسهم اللي هي قليلة القيمة نسبيا واللي بيفضلها الغالبية العظمى من الأفراد الأسهم دي تراجعت طبعا بشكل حاد وحتى مع الارتداد لم تستفيد بشكل كبير من الارتداد اللي حصل في السوق بعضها النهاردة تجاوز مستويات مقاومة واعتقد أنه طالما البنك التجاري الدولي سابت فيه أسعاره الأسهم دي هتظل تعود فيه خسائرها لكن برضو على المستثمرين أنهما يعني يبحاظرين شوية فيه احتمالية عودة الضغوط الباعية حتى بعد تجاوز نسب التصحيح الطبيعية للسوق برضو ممكن تظهر قوة باعية لكن اللي بيعنينا أو اللي بيهمنا من الاتجاه طويل للأجل مازال إيجابي وما فيش داعي المبلغة في المستهدفات الهبوطية من قبل البعض خاصة لما يكون المستهدفات دي عكس الاتجاه العام يعني دائما ما بنقول أن المستهدفات تكون في نفس الاتجاه وليس عكس الاتجاه لأنها غالبا ما بتحصلش طيب المصرية للاتصالات عم انتابع السهم اليوم مرتفع بعد ما عطتنا أخبار بأنه الآن تبحث عن مستشارين ماليين لبايع حصة 45% في فودافون مصر ويمكن الاتصالات المصرية هي الأولى التي ستبدأ بإعطاءنا بعض النتائج بالقطاعات المهمة خلال الأسبوع المقبل ما هي توقعاتك لنتائج الاتصالات المصرية أستاذ إيهاب وإلى أي مدى ممكن أن نشوف الانتهاء من عملية البيع بشكل سريع للحصة المصرية للاتصالات بفودافون والحقيقة أنا استغرب شوية لماذا لم يذكر المصدر اسمه يعني المعلومة ما هيش سرية ولا حاجة طبيعي جدا أن الشركة لما تكونها تنوي أنها تبيع حصتها في فودافون أنها تبحث عن مستشار مالي علشان يقيم الصفقة ويكون هو اللي بيدير هذا الأمر يعني فده أمر طبيعي فيمكن هي بس الشركة علشان جزء منها كبير حكومي فلسه برضو فكر الإدارة مازال مختلف شوية عن فكرة القطاع الخاص النتائج العمل ما أعتقدش أنها يحصل فيها تغير كبير لأنها هيك عارفة طباط النمو الكبير في القطاع خاصة في قطاع الهاتف السابت وهو ده السبب الرئيسي للشركة أن هي فكرت في أنها تدخل لسوق المحمول بشكل أكبر أو بشكل تكون هي المسؤولة عنه لأنها مش مستفيدة على حد ما وصفها يعني بعض المجلس الإدارة في الشركة أنها مش مستفيدة قوي بحصتها في فودافون لأنها ما بتاخدش توزيعات من الشركة وبالتالي هي يعني بتفكر أن هي يكون الجزء الأكبر من نشاطها سيكون عن طريق الهاتف المحمول اللي هو يعني قد يكون مستقبله أفضل شوية من الهاتف السابت اللي تراجع نشاطه بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأعتقد أنه هم يعني زي ما هم أعلنوا أنه ده مش هيكون قبل نهاية 2015 بالفعل عبل ما يقيمه ولسه تتقدم العروض يعني يتحدد السعر اللي هيتم البيع عليه أستاذ يهب سعيد مدير قسم البحوث بشركة أصول لتدول الأوراق المالية كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا لك بهذا مشاهدين نصل إلى نهاية كلام أسواق أشكر لكم حسن المتابع إلى اللقاء